والصراط في اللغة الطريق وشرعاً هو جسر ممدود على ظهر الجهنم بين الموقف وبين أن يمر عليه من قضى الله سبحانه وتعالى أن يمر عليه لأن في حديث أخرى جاءت أن إذا أدخل أهل النار النار ولم يبقى في أرض المحشر إلا المسلمين ضرب الصراط على جهنم طبعاً يخرج العنق هذا ويلتقط أهل النفاق كما يلتقط الطير حب السمسم فعندما يجوزون الصراط قال النبي مخدوش الناجن هذا الذي تخدشه كنليب جهنم كنليب الموجودة على الصراط ومكردس في النار مكردس يعني الذي ربطت يداه والإجلاه بأن الذي يعني تتخطف هذه الكلاليب وتلقيه في جهنم كأنه يعني الآن كردس كأنه يعني ربط وثبت وألقيه في جهنم فيقضي ما عليه من الحساب ثم يرجع إلى الجنة هذا من المسلمين لأن الكفار قبل الصراط يكونون قد ذهبوا إلى جهنم